طلبوا لي طبيب الوراء وأنا طلبت طبيب السماء طبيبان هذا ليكتب لي الدواء وهذا ليجري فيه الشفاء مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج رأيت الله نرحب بحضرتكم ومع مرحب ضيفينا الكريم العالم الجليل أستاذ الدكتور أمير صالح أستاذ الألاج الطبيعي بجامعة القاهرة أهلا بحضرتك دكتور أمير أهلا بحضرتك الحمد لله على السلام الله يسلمك كيف تجد نفسك اليوم والله أفضل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة التحسن يعني فينا سؤلك نعمة الشفاء اه احنا طبعا بنطمع في ربنا أنه يجعل الشفاء تام ولكن التحسن يأتي نقول ببطء أحيانا ينزل المرض وده يمكن بقولها بخاطب بقى مرضايا أن المرض يأتي بشدة ويأتي الشفاء ببطء بس محتاج مننا إصرار وعزيمة محتاج مننا مدومة مدومة يعني الواحد يمكن وهو بيتحسن عشان نحمد ربنا أكثر ونشكر ربنا أكثر نعم أن كتير من الناس أول ما يخفوا تعلقهم بربنا يقل ويبدأ الواحد ينسى لكن لاحظة التعب الشديد والتنويم في المستشفى وعدم القدرة على الحركة بيبقى رهيب أول من ربنا تمام أول ما يبدأ بقى رجلي تشيله ثم ما بنقولها ويتحرك ويروح وييجي يبدأ النسيان يأتيه ولكن أنا بقول لا نذكر ربنا هل بقى وإذا نعمنا على الإنسان يأعرض وناء بجانبه والله يجب أن نكون من القليل وقليل من عبادي الشكور نحن نكون من القليل اللي يظل على الشكر يداوم على الشكر أنا ويفتي معتك في اللقاء المنصرم على قرار السفر ألهمك ربنا سبحانه وتعالى أن تتسافر طرقا للأسباب وأخذا وإقامة للأسباب مع الجانب المعناوي التعلق بالله سبحانه وتعالى بالضبط فكرت تسافر سفرتي في أمريكا في أمريكا ما الذي حدث أول مرة في أمريكا؟ ما يروح دخلت النستشفى أول يوم يعني الأول قبل ما نقول في أمريكا نشكر يعني إخواننا في مطار القاهرة نعم يعني كتير من الناس أنا مش عايز أضايع حقوق الناس والله صدق يعني دكاترة اللي ماشيين معايا في العلاج هنا في مصر من الناس يعني تلمزتي اللي هنا أنا بس عايز أقول كلمة ليهم قبل ما وإحنا في بداية الحلقة يعني أشكر أخي دخويا وحبيبي الدكتور صلاح عشور أشكر تلميذي محمد توفيق وأحمد الشيخ تلمزتي أول كلمة قال لي إيه محمد توفيق أما شافني وأنا جاي تعبار بيقول لي أنا اللي عمل لك العلاج الطبيعي فبقول له أنت يا محمد قال له والله تعليمك مش هيروح مش هيروح هضر تعليمك مش هيروح هضر يا دكتور أنا بقول له جزاك الله خير هو قال لي جزاك الله خير ناك علمتني بس بقول للناس بقى الدنيا دوارة يعني وإنت بتعلم الطالب متعرفش هو بكرة يعالج مين بقول لكل جراح وبيعلم تلمزته وبيبخل على العلم ليهم لا إنك ممكن تبقى أنت تحت مع شرعته ببكر الله فيدينه العلم عشان يقدر يطبقه معاك يدينه العلم ممكن يدينه ابنك يدينه زوجتك يدينه ما هو لابد إنه يدينه دوارة وهي لا إنسره زمن ونساءته أزمانه أيوه فدوره مع الزمان حيثدار بالزبط أنا وأنا بعلمه بقول له ها وكنت أقرس عليهم شوية في التعليم فلقيته بقول لي مش هيروح هضر اللي انت علمته هن دو رجل جميل ما شاء الله آه محمد توفيق وأحمد الشيخ والله في العلاج المائي ربنا يبرج العلاج ليه؟ المائي المائي يعني بني أتعالج دواتي بمشي تحت المية على ما الشاية وكده وأشكر بقى طبعا رئيس الواحدة وكده الدكتور صلاح عشور أخوي وحبيبي نعم بني يبرج فيهم جميعا في مطار القاهرة ونعم أشكرهم لشكر أشكرهم الله ربنا يبرج فيهم نعم وأنا في مطار القاهرة لقيت عناية فأنت طبعا خارج على كرسي بقى على كرسي ما فيش حركة بقى على كرسي الناس ما تعرفنيش حقيقة عشان الناس يقولك لا عشان الناس عرفة لا هم شافوا كرسي وواحد قاعد عليه أنا بقول لكل هيئة مناء القاهرة ومصر للطيارة ناس مخترمين ماشاء الله جدا لا تتخيل كله حيز يشيل كله عايز يتعب وكله عايز وقت يجي بسه تدي لوحد حاجة يقولك لا الوجه لا ادعي لي بس يا سلام فأنا بقول لهم لجميع هؤلاء جزاكم الله خير في الطيارة المضيف عشان ادخل حمام صعوبة رجل مجبسة ورجل ضعيفة وبتحمل والزوجة معايا مش هتقدر ضعيفة يعني مش قادرة تشيل وفي نفس الوقت تجد مكان ضيق ضيق تجد المضيف يقول لي حمل علي اعتبرني ابنك اقول له والله يا ابن مش عايز يقول لي ابنك حمل علي انا اشيلك طبعا اقول له جزاك الله خير ولا يعرفني يعني بقول لي مش واحد بيقدي لي حاجة لا ده هو مصر جدعان يا دكتور اه جدا مصر وليه ده المصريين جدعان جدا ويمكن نقول عبر العالم نقول والله يبقى عندنا وعي لأصحاب يعني فيه انسانيات كبيرة موجودة في البلد واصحاب الاعاقة ليهم حق لقيتهم فعلا موجود في النقل في الطيران في كده السيارات لا نقول لهم جميعا جزاكم الله خير وصلت المستشفى انا عايز حضرك بقى انت عايزت اه اه ورحت امريكا رحت امريكا وصلت المستشفى اه ايه اللي حصل بقى انك اول ما رحت اول ما رحت حضرتك بتفتح لك ملف بس ملف على الكمبيوتر مش ملف ورقي الملف ده بيفضل باسمك حسب الرقم القاومي بتاعك يعني زي الرقم القاومي انت برقم الباسبور بتاعك تمام اه يمكن ده المنظومة التأمين الصحي اللي بناس عليها في ماصر هي تكون كده ده كمبيوتر من اي مكان اي مستشفى ممكن تدخل على اي مكان ده ده حتى ببعث لك الفايل بتاعك على الموبايل بتاعك انت من حقك تخش على الفايل بتاعك عملت التحليل دلوقتي معي انا على الموبايل النتيجة التحليلي اللي عملته بعد من ساعة تظهر النتيجة يبعتوها على الموبايل الاشاعة والتقارير اه بيبعتوها على حاجة اسمها ميتشارت ميتشارت يعني تاريخك الطبي فاي دكتور وبالتالي اي دكتور ممكن يدخل يشوف اي مستشفى باذنك يعني في المستشفى دي مالهمش اذن هم يفتحوا كلا انا مثلا عايزة قاير علاجي مش عايزة روح بمستشفى جمعك باذني اقول له ان تليك تصريح خش على الرقم ده افتح الملف بتاعه اه انت كنت مستشفى يا دكتور جمع الشيكاو مستشفى جمع الشيكاو اه دي مستشفى جمع دي من العشر مستشفى اعلى عشر مستشفيات في العالم ياه مستشفى جمع نفهم اسد جمع كلها اه وجمع الشيكاو يعني لها في التاريخ يعني في العلوم يعني حاجة زي للأصر اللي عالفرنساو عندنا جمعة عين شمس مستشفى جمس التخصص مستشفى جمع كبير ويمكن من اشهر العلماء اللي طلعوا يعني مثلا القنبلة الزرية عملت في معامل جمع الشيكاو يعني دي بالحاجات اللي قدر نقول انها جمعة كبيرة وعريقة يعني كلية الهندسة اللي اتعاملت فيها القنبلة الزرية اللي ترامت على هيرفينشين ونجازاكي كانت موجودة في جمع الشيكاو يعني هما اللي دمروا العمل مش هما اللي دمروا هو اللي عمل هو رجل التفر نعم طب خلينا نعقد مقارنة بين مصر وبين امريكا علشان نشوف الثغرات والعيوب ولعلها تجد آزيراً مصغية تحقق في قبل الايام يعني هناك تفتح ملف الكترونيك على الكمبيوتر وتحطي بكل المال هنا ما تعاملش كده لا هناك كان فيه انت اكلمتيني عادك الحال فتح على الكيس مانيجر كيس مانيجر كان هناك حاجة زي بيجي واحد او واحدة ده يستنم الحالة ده هو المسؤول عنك لحد ما تخرج لا لو يفضل معك ما تتصل بيه لو انا تعبت جالي مغص اقول له انا عندي مغص هو بيشوف ده اللي بتاخده انت ايه روح لمين ما تروحش لمين هو اللي بيحولك هو اللي يوجه هو اللي بيوجهك وبالتالي اي عاد عزق الحضرات يسأله هو يسأله هو يسأله اول نظام ده كيس مانيجر ده مسؤول الحالة يا ريت نعمله برضو اه وهنا بقى هو مسؤول عن مثلا 20-30-40 عيه اه نعم بس هو بيتألل المريض الفلاني هو خش على الكمبيوتر يبص على حالتك اه ده كان عنده كاسر في رجله ده لي بيس جازمان ده عمال كاز اه اكيده سمعوا من حضردك التاريخ سمعوا التاريخ المرضي بعدين بصوا على الجبس قالوا لا انت محتاج دكتور عزام فورا لما طبعا ده كاثرة الاعصاب اللي انا دخلت تبعه ده اساسي ده الاساسي اه قالوا لا انت محتاج دكتور عزام فجابوا دكتور العزام وجاب الفريق معاه الفريق ما احنا قلنا هناك ما بيشتغلوش واي دكتور بيجيب فريقه فريق نوابه ومساعدين وكلهم يجوا معاه فجي الدكتور بص على الجبس يا ريت عندنا برضو نعمل كده اه ما هو ده عشان بيعلم ما هو انت مستشفى جامعي اول ما بص كده على الحلقة لهم بس تعال اوريكم جبس ده ده جبس من جبس البناء كنا بنستخدمه في وسائل البناء الزمان ومش هتشوفوه كتير تعارف راح مصورين الجبس ولهم صوروا اه صوروا الجبس راحاتوا يصوروه لهم ده بقى بيعمل التهاب وبيعمل كذا بما فكوا الجبس لو فعلا التهاب في الجلد بالنسبة لهم ده متخلف يعني لا هو يعني تاريخي ما نقولش متخلف متخلف من القديم يعني اه اثري اثري وعندهم جبس عندهم جبس بس هو قال لي طب يا جبس جديد مثلا لا تلبس بوت بوت طب كده بوت لون واسفد راح ملبسوني قال لي هتمشي بيه طوله حمل وكسر الجبس اه فكوا الجبس مع ان كان فيه كسر في اه فيه كسر قال لي لا انت تلبس البوت وتحمل لا استنى ما تتخذش بيه بالراحة انا عايز افهم هنا جبسوك عشان الرجل مكسورة بالظلط هناك فكوه فكوه راح بتطلعني على جهاز اشاعة اسمه اشاعة وقوف ابقى واقف وانا باخد الاشاعة ليه عشان يشوف التوازن فلاقى الادا متزن يعني مفيش القطع اللي في الرباط الداخلي مش كبير هنا ما عملوش كده لا لا هنا انت نايم وبتاخد صورة امامية وصورة جانبية بس كده هناك قال لي لا دا انت لازم توقف عشان تتصور وانت واقف ايوا يشوف ايه بقى فتصورت وانا واقف على ما فك الجبس فقف فرح جدا قال لي بس انت كده مش محتاج ايه هنعملك مش محتاج جراحة وكان خايف لكون العملاء محتاجة جراحة مفيش جراحة ولا مصامير هنا كانوا عايزين يعمل مصامير اه يراحوا مصامير قال لا نعمل بقى ايه اه تلبس البوت لبست البوت سهل كتير الوقوف والماشي وكده والحركة بوت زي الجبس كده يا دك لا بوت برقبة كده لا بوت عبارة عن دعامات معدن وبلاستيك ولازق بيتلزق وكده مش موجود هنا منه موجود يعني انا بقى تبحث على الانت اه ليوتو موجود يعني بستو ما اقولوش عليه هنا محلش ايه لا نصحوش بيا نعم دي حاجات متقدمة يعني متقدمة تمام كده فريق العظام تقهقر العظام خلاص قالون انت كده حمل وزي الفل طب يحكي معذرة انت دخلت بالفريق العصبي اللي هو مخو عصاب اه لما جيبتوه على عظام مين بقى له الكلمة العليا لا هو يبدأ فيه يجي هم هناك فريق ويتقدموا فريق اخر يعني هو دلوقتي طلبين عظام فريق العصاب يستنى مما بتاع العظام يقول رأيه ياه اه بتاع العظام قال خلاص يحمل ويمشي وما عندناش مشكلة يبدأ فريق العصاب يتقدم تاني تمام حلو فحلتك قاله ايه تاني بقى اه فريق العصاب قال لا احنا نشكين في ان يكون واحد اتنين ثلاثة انا اعمل رانين مغناطيسي تاني قبطلهم انا في رانين عاملو مش كان معذرة كالاشعات اه قالوا لا عايزين حاجة احدث فعملوا رانين مغناطيسي على العنق والدماغ والظهر اه احدث في الوقت ولا في الاجهزة في الاجهزة هو الاجهزة اناك احدث من عندن يعني احنا رانين ممكن بقى فيه حاجة اسمها هاي ريزيليوشن اه يعني ادقت ادقت شوي موما عملوه الحمد لله على العنقية والقطنية او للدماغ عشان يشوف المخ ياه هو عنده اولويات طبعا انا جاب لحضرك صورة المخ اه ان هو كان خايف ايه لو بصير حضرتك هنا اه تمام ان لو اي جزء من ده لقاه فيه نقب بيضة كان يقول لا دي حالة اسمها مالتبل اسكلوروزيس او اسمها التصلب اللويحي او التصلب المتعدد ايوه لو لا ابوتشها كده لو لا ابوتشها بيضة ايوه دي معناها دي معناها ان الغشاء اللي بيوصل الاشارات الكهربية حصل فيه مشكلة فالعصب الحركي والحسي ان انا عندي تنميل وعندي التوازن فهم كان كله خايف من المخيف ده المخيف ده في اخر المخ من الخلف اه فقاله لو كن هنا مشكلة من هنا فاول حاجة قاله رانين على المخ فملقوش حاجة يعمل على العنق على الفقرات الصدرية على الفقرات بينزلوا كده شوية يعني لو هنشوف دلوقت صورة تانية اه لو بصنا ده مسقط رأسي كده دكتور محمد نعم للرأس ده الفصين بتوع الدماغ ده الفص الامامي اه وده الخلفي هنا تحت ده المخيف احنا ما نبص كده من فوق كأنه حد يبص على دماغنا من فوق هنجي نشوف هنا شوف النتوءات دي كل واحدة من دول ليها مركز حركي او حسي او ادراكي يعني ممكن واحد لو حصل خلال خفيف جدا هنا يعني انت تشوف قدرة الله في هذا المكان عجيبة جدا لو واحد اختلت عنده شوية خلاها بسيطة وبيعرفها بالاشاعة يا دكتور تتعارب بالاشاعة البوتشة بقى والكدمة والحطة البيضة دي با والحطة البيضة والحطة الورمة والحطة اللي فيها نزيف والحطة اللي فيها جلطة والحطة كل ده بيبين بالاشاعة ويعرف هي دي ايه كأكاد ما نزيف وكالطابة ان كل واحد دي لها خريطة دي مسؤولة عن الحطة الفرن دي مسؤولة عن كذا دي مسؤولة عن كذا دي مسؤولة عن كذا سبحان الله دي مسؤولة عن النظر دي مسؤولة عن الشم دي السم فتلاقي كل غرف التحكم في جسم الانسان هنا تمام الزاكرة موجودة هنا الادراك اختيارك للكلمات والالفاظ كله في الدماء سبحان الله يعني الانسان يدار من هذا المكان دي غرفة ادارة المستر الترول ده اه تحكم اذا ربنا خليها هنا وبعدين تنزل بقى منين تنزل عن نخاع الشاوكي هنشوف كده صورة نشوف كده اه يعني لو طعب نشوف دي ايوة هنشوف بقى لو عملنا قطع كده جزء هنشوف ايه ده الفص الامامي من المخ تمام وده الفص اللي يسموه العلوي اه ده الخلفي والحتة دي هي المخيخ ده المخيخ دي اللي فيها المشكلة الكبير اه وده بيعندنا حتين هل حتى دي بتاعت الودن ولا اللي في النص ده هي مقابل لا دي مش الودن ما ليه دي؟ دي مكان اسمه الصلمس الصلمس ده يعني مركز من مراكز التحكم الداخرية ده في مركز الاحساس سبحان الله العظيم بالألم ده لو حصل تهيك فيها دكتور محمد ربنا لا يوري احد اللهم انا ما حدش يطيء هدومه على جلده يا الله اكبر يعني بعض العلماء حدقت عنها بالفعل ولا على سبيل التشبيه يعني تسمى ثلاميك سندروم يعني بعض العلماء التفسير بيقولوا ايه ان اللي قال لا ميساس انت عارفه السامري السامري ان ربنا ابتلا بهذا المرض فكان يقول لا ميساس ان الناس كانوا يحبه كان كلامه عزبه والناس يحب تيجي تلمسه ايوه وتتبرج فيه فربنا ابتلا اني محدش يقدر يقرب منه بقالهم لا ميساس محدش المسني ان ده السلام يكون صور مرض جلدي ولا حاجة لا ده ولا ميساس وما قالوا ده ان هو قلم مبرح ربنا ابتلا بهيه سلم يا رب اه وما نجي نشوف المخ شوف قد ايه حجمه ملايين الخلايا دي اه اه وإحنا نزلين من هنا ده اسمه جزع المخ ده اللي نزل منه بقى النخاع الشوكي اولا اللي هنزل منه النخاع الجزع المخ ده اللي فيه مركز التنفس ان الواحد اما بيموت مش بيموت مخنوق اللي بتشنق لا ده بيحصل ايه ان بتتكسر عظمة في الرأبة بتقطع هنا تخش على حتة اسمها المضلة تروح قطع التنفس عن الانسان هي ده فكرة الاعدام شنقان الاعدام شنقان عشان كده يربطوية جسمه ينزل عظمة في فقرات الرأبة وفي الفقرة التانية العنقية فيها حاجة نابة اسمها الادينويد حاجة كده تروح طلع قطع المضلة اللي هي اللي فيها مركز التنفس الله اكبر يموت عليك مش نتيجة ان جسمه نزل تحت لا هو يسموه الموت الدماغي اللي بيبقى عنده جزع المخ موت جزع المخ يعني انت لو تقعد تشوف الارقام اللي مكتوبة دي كل رقم من دول له وظيفة هون هو ايه الالوان دي كل لون بقى اه ده يقولك ده الفص الامامي ده اهو وده بيعبر عن كازا لو جينا بصينا هنا الجانب الخارجي للمخ اهو الاريا اربعة دي في الفص الشمال الشمال اربعة دي اسمها بروكاس اريا دي بتاعت الكلام اما بيجي واحد يجيله جلطة تلاقي بقى يتكلمك اه دكتور محمد ايه الاصابة جات في الحتة دي البروكاس اريا اللي هي دي انتو قطباء عارفين بقى عارفين ان دي مركز الكلام مركز يجيله شلل في الجانب الايمن ومعاه خلل في النطق ان دي تفص الشمال اه معه الشمال اه معه الشمال احنا جسمنا بيمثل عكس اعكاس دي معنى؟ يعني الفص اليمين يتحكم في الجزء الشمال في المخ الفص الشمال في المخ يتحكم في الجزء اليمين اه تمام شوف ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا بقى اطارة قدرة الله عز وجل بس اي خلل في المخ يا دكتور يظهر على جسم الانسان بقى يظهر عليه بكلام او شكل فسيولوجي او حركة او حساس اه او ادراك تقوله النهاردة ايه ما يبقاش عارف النهاردة كان يه احنا في شهر ايه انا في سنة ايه ما يعرفش ان مركز الادراك الضرب او 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 يمكن جاهل بالايام والسنين يعني لا 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 يعني تعالى ممكن تسمك ايه يعني ينسى اسأله سنك اه اه ما يدركش سنه الله اكبر اه ممكن يجي لو جات في قرية معينة هو ده كمان له مركز في المخ خبعا ولذلك انت ما بتشوف بقى الناس بعد كبر السن ربنا بقول ايه لكي لا يعلم من بعد الشيء يبدأ بعدما كان عالم ورجل عراق يبدأ المخ يضمر وما يبقاش عارف حاجة الخلية تتأثر بقى تتأثر وتضعف تضمر فتلاقي مش عارف يقابل ابنه انت مين يقوله انا ابنك محمد يا باب اه محمد وانا عندي ابن اسمه محمد اه طب يا حبيبي ابنه مجرد يعدي يرجع يسأله تاني وانت مين انا محمد محمد مين ابنك ما هو بقى خلاص الادراك المركز ده يبقى ده مركز لو جينا بصنا كل واحد من دولارة مثلا نمرة ثمانية ده هنلاقيه مسؤول عن الشام السنسوري اوداتري البروكس الحتة الامامية الجميلة اللي احنا ماتتون هم لكلهم كده دكتور الله كريمك ده معلومة جميلة اولا احنا هنا واحد اتنين ثلاثة كده ده بتاعيه حتى بسرعة ده مش هقطعك يعني احنا بس لقصنا نمرة واحد اهي 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 ده في الفص الخلفي ده اهي ده مسؤولة عن الرؤية تمام وعشان كده بنقول ما حدش يضرب حده وعلى المنوارة ولا على الافاة ده الاطفال في المداني يضرب بعضه بالشنق ويددله على الا الافا ده يا دكتور ده الافا اهي بقى هو ده ده بقى اللي ايه هو تضرب على الافا خطر جدا فعلا اه والله ولذلك اهو يعني بننصح محدش الناس اللي بتضرب على الافا تبطل تضرب على الافا واضح ان الافا مهم واضح انه ممكن يتعامي يعني بالعامة ومش كده وبس وفيه جزع المخ اهو جزع المخ الله اكبر الله اكبر يبقى ده الاريا ده نمرة واحد لما نشوف كده نمرة واحد اهو طيب هنيجي نشوف نمرة اتنين بيسموها المركز المساعد اسوشياتي ده المصاحب اللي هو هنا ده نعم ده يبقى فيه الاحساس يتجمع ويبدأ ده يبرمج الاحساس تمام نمرة ثلاثة وهي ده اللي قدام ده في الفصل الاماني ده منطقة الحركة اما تصاب يبدأ الانسان حركيا بيسموها ايريا بقى فيه اتنين اربعة وستة وثمانية اللي هي عند الجبهة اه ده الحركة يمين وشمال بالزبط اه نمرة اربعة دي البروكس اللي هي المسؤولة يعه بعدس دك اللي عنده اختلال في التوازن بيبقى عنده مشكلة في المالات نا عنده اختلال في الخلف هنا والله اه ليه نمرة اربعتاشر تمام اه ممتازة اه نمرة اربعة دي بتاعتها المخيخ اه المخيخ طيب نيجى بقى اه خمسة دي السمع اه جنب الودن اصاد الودن اه من الناحية دي تمام ستة اه ستة العاطفة والاحساس الناس اللي تلاقيه هو ده نمرة ستة ده عيجى وما ييجي فيه واحد عنده شلل في الجانب اليمين ليصاب الإحساس الله أكبر فانلاقيه يعيط كتير مكتئب وبيعيط واسمع عنه ومش بيعيط حزنا على حالته لأن مركز العاطفة عنده مصاب الله أكبر فعمالي عيط طب ما حد من عيط برضه يا دكتور لا بس داعياته بقى إيه مستمر بسبب وبدون سبب ببدون سبب على طول المكتئب وحزين إن المركز ده هو ده المسؤول تمام المركز برضه السبع المصاحب يعني بنسميه المصاحب ليه هو السبع اللي هو هنا مصاحب للإحساس برضه أيوة التمانية المسؤول عن الالفاكتوري اللي هو الشام مم مركز الشام ده نمرة كام؟ تمانية تمانية طبالك نعم نيجي بقى نمرة تسعة برضه ده أولوات المطاول ده شوية جنب الأصفر في أول لوحة ده ده المصاحب ليه مصاحب للشام أولوات التمانية هون أولوات المصاحب للشام نعم العاشر أو المنطقة رقم عشرة ده بقى الواصلة بنسميها الواصلة الحركية الحسية ده هي فوق خالص مش هي الزرق اللي فوق اللي هي دي اللي هي بين الاتنين بنسموها السوماتو سنسوري وبرضو حتة مساعدة هنبدأ واحدة واحدة تيجي نمرة 12 موتور دي وظيفيا أهي أهي دي برضو الحركة تمام 13 دي برضو هاير مينتال فونكشن اللي هي دي بنقول عليها الوظائف العقلية العالية تعمل زكاء بقى زكاء وحسابات الناصية بقى ناصية كاذبة خاطئة يا الله المصايب والمؤامرات هنا دي بقى المصايب والمؤامرات تحك هنا فعلا هنا التفكير بقى اللي بيدبر ويأمر اه والكبر يا لطيف يا لطيف اه ناصية هي كده لا ناس فعا بالناصية اه ناصية خاطئة كاتبة هي تبقى خطأ والكدب والدابة وتحيك مؤامرات وهنا دي فنيجي بقى السيريبيلوم اللي هو النخاع ده بقى اللي هو 14 ده ده بقى المسؤول عن ايه عن التوازن والحركة مش الحركة العالية في الاخر ده في الاخر الحركة بقى مش اللي هي ممكن تتحرك بس تلاقي نفسك حركتك مهزوزة هو بقى عشان كده بعض رأتقول لك وانت ماشي بتحس بها تزازات اه والتوافق التوافق يعني ايه تقدر تعمل حركتين في نفس الوقت كنا زمان نعمل كده ونحرك دي اه لو انت قادر تعمل دي بقى التوافق المخيخ عندك كويس فعلا أو تتني دي وتفريد بي او. كده سريم المخ. كده انا كويس. يعني اللي عنده في مشكلة في الطفق ما عرفش يعمل. ما عرف يعمل الاتنين بقى مع بعض. تلاقي بيعمل كده او بيعمل الاتنين كده. ياه. طبعا سبحان الله. بنقول ادقي شيء في هذا. ده المخ ده اعجاز يا دكتور. ما طبعا انت ما تقول انا في البرنامج انا رأيت قدرة الله في انه يختص. وبينهم فواصل ما فيش واحد يقول. يعني سهل عمليات فيه دلوقتي ولا الدنيا قريبة وصعبة. انا انا هتدي لحضرك مثال حصل معايا بمناسبة المخ. اه. انا قالوله عايزين ناخد عينة من السائل النخاعي اللي في ظهرك. فيش يكون. اه. فيش سائل النخاعي ده. ده الجهاز العصبي المركزي اللي هو الاحمر له. اه. اه. وده الجهاز العصبي الفرعي. هم هم كم جهاز عصبي هم جهاز واحد ولكن فيه واحد مركزي. ايوا. اللي هو القيادة. اه. اللي فيه الخلايا. وده الفرعي اللي فيه الاعصاب الطرفية. امام. ده نازل من المخ. من المخ ومن النخاع الشوكي. اه. اما نجي نشوف المخ والنخاع الشوكي. بيطلع لنا جهاز اسمه جهاز العصبي. هو الجهاز العصب الطرفي غير الجهاز العصب المركزي. وجزء منه. المركزي طبعا المركزي ده اللي فيه الخلايا. انما التاني فيه التفرعات. اشارة رايحة واشارة جاية. بس زي سلوك كده يعني. سلوك. سلوك. سلكة تاخد من ايدك تودي للجهاز المركزي. واشارة تيجي من الجهاز المركزي لديك. ما الموضوع مش متساب كده. ما انا عايز افهم برضه يعني. ارسال غرفة تحكم استقبال. يعني اشارة تطلع من هنا توصل للنقل هنا. اه. ترجع للجسم من تاني. تمام. هضرب لك مثال بسيط عشان تبقى سهل. لو انت ماشي كده وروح تدايس على مصمار. ايه اللي بيحصل؟ بشير رجل. اه. اشارة طلعت من الادب من المصمار للادب. وصلت للمخ راح المخ باعت اشارة عكسية للعضلة. شيل رجل. ياه. بتلمس حاجة سخنة. كل ده. كل ده. ده ما بتاخدش ثاني يعني. في امتوساكن. اقل بقى من الثاني. يا الله. قدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا. وذلك بنقول. اعجزة. تحصل بطء في الاشارة. فيه ناس بقى ما بتحسش. فيه بقى كتير. بيبقى عنده مشكلة في العصاب. مشكلة اما في الاعصاب الطرفية. ايوه. اما في المركز الرئيسي. ما في الاشارة العكسي. يبقى واحد من المنظومة دي دي ما اسمها دايرة. الدايرة دي لو اتقطعت في اي جيه تقصر. الله. يعني في بعض مرضى السكر ربنا يا رب يعافينا ويعافيهم. يا رب. ما بيحسوه. ما يحسش بقى. ده ما بتلاقيه ماشي يدوس على العقب الزجارة. يحرق له رجلوه مش حاسن. الله. ودوه على ازازة ما مش حاسن. يا الله. تشوف بعد كده لذلك دول بيبقى له معناها خاصة ليه. فالعصب كده يبقى. مش حاسس بيه خاص. ما بيوصلش. ما بيوصلش. النهايات العصبية عنده ماتت. ما يحسش بيها. وده يأثر على الحركة فيما بعد. فيما بعد. فالذلك بنقول لا ضابط من البداية. يعني ندائما حضرتك برضو اي حد يشعر بتنميل بلا سعب كهراءة بحرارة في اطرافه. ما بيش تنماش. الامر خطير يعني. الامر خطير ولازم ناخد. مش خد حباية مسكن وتبقى زي فون. لا ما اقول لحضرتك خد حقنة فيتامين به. انا عادوا يدوني حقنة فيتامين به في مصر. اما سفرت وراحت عملت التحليل. لقيت فيتامين به عندي تجاوز الحد التسمم في جسبي. من كتر ما خدت حقن فيتامين به. انت بتاخد به اطناشر. نقطة خطيرة يا دكتور. مش خد يتخذ الحساب. وذلك اللي بياخد ولازم يتحلل. والتحليل عشان غالي هنا. تحليل فيتامين به اطناشر. فالناس كان الله فعونها. يعني بياخد شوية حقن. ما بيحللش. لا هناك بيديك دول لازم يحلل. فانت اللي بياخده. انا بقول برضو نوجه رسالة للمرض. احسنت. اللي بياخده فيتامين به اللي هو الحقن بقى بيتولفيكس وأدينو بليكس. وكل بيكوزيم ونيوروبيوم. حل الفيتامين به اطناشر قد يكون النسبة عالية وانت مش داريان. وده يعمل مشاكل. يعمل مشاكل كبير. فعلا. مش صحة يعني. لا لا يعمل مشاكل يعمل تنميل كما لو كان ناقص. يا الله العكس يعني. العكس. ويقول واحد يبدلولك ده انا نسا منمي لا خد لحقنا لا. فده بيبقى خطير. وتحليل بيت ناشر. فيتامين بيت ناشر. بيت ناشر اه. يبقى دي المعلومة. لو جينا بصنا هنا في جهاز العصر التعاطفي واللا تعاطفي. بيسموه في الطب الغربي اللا ايرادي بس انا بسميه الالاهي. السنبثاوي البراسنبساوي ده ولا اللا değer؟ اه لو سنبساتيك والبراسنبساتي ده. باس واحد يزود واحد ينقص. في واحد هنا بيشتغل على الهواء الجهاز التنفسي لا الجهاز التنفسي لا ده موجود في السمباساتيك بس المعدة شوف بقى هنا كل دول لا بديزل أنا معي خمس دقائق نعم كل لون من دوله كل ساهم بيشير من مركز للوظيفة بتاعته اه واحنا بنقول كل المراكز بتاخد من الاتنين من السمباساوي والبرا سمباساوي بس المركز السمباساوي موجود فين موجود في الرقبة هنا وموجود في الفقرات العجوزية العجوزية مش القطنية انما السمباساوي بقى اللي احنا بتتكلم عنه من الفقرات الصدرية والفقرات البطنية طيب الكلام ده يعني ممكن اي مشكلة تجيلي في العمود الفقري تأصل على العضو الداخلي فعلا يعني ممكن حد يبقى عنده كرش تنفس يكون بسبب مشكلة الله يفتح عليك عندك مشكلة في البول اهو يقولك انا مش قادر اتحكم في البول المسانة كهذا هو السمباساتيك يعني حضرتك ما تخاف تزيد اشاراته تخاف او براكب طيارة تزيد اشاراته بتجري وراء اوتوبيس تزيد اشاراته عاطفة عاطفتك انت بتجري بتقايف فتؤثر فيبدأ يحصل فيهم اشارات معاناك كده ان الحالة النفسية ممكن تؤثر على الحالة العضوية جدا ولذلك اهم حاجة بقولها دي قال هالي الدكتور المعالج العاصر قال لي حالتك النفسية هي سلم العلاج ليك اياك تحس بقى بالوحدة والعجز وانا بمشي على كرسي وانا بشبشي بعكاس اوعى ان الحالة النفسية قد تداهور حالتك والحالة النفسية قد تعينك عالشفاء الله اكبر اهو انا بقول بالدليل اهو انت هين دا الكليتين اهو والخلايا الفوق الكلوية الغدة الفوق هنا المثانة كل دا سنبستك وبره سنبستك اللي اتنين بينهم وبن بعض شغل عامدي ازاي نقول ميزان ميزان لدي زيد تناغم دا شغال دا يقل دا يشتغل دا يقل بس يقل ايه احنا محتاجين الجهاز دا يشتغل انت اما كون بعمل حاجة بجري ميت متر بس بعد كده هرتاح سليم ما تقعدش في استرس طول الوقت يعني انت شايل الروموت كنترول اللي انا ماسكه دا اللي هو خفيف نعم اقدر اشيله وحطه معديش مشكلة لكن اللي انا افضلت يشيله كده طول محمد لمدة يوم يعمل لي شلل في ايدي ليه بالرغم انه حجمه قليل بس شيل شيل الهم الفترة طويلة حتى لو حاجة قليلة تتاب حط همك جانبا واببقى مارس حياتك هتقدر تتحسن الناس اللي شالهمهم باستمرار هيتعبوا اكتر عايز رسالة من حضرتك للي ولا المشاهدين الكرام نختم بها وعلى وعد بلقاء في حلقة ثانية وثالثة نكمل رحلتك مع العلاج نعم ومع الجهاز العاصبي بقى احسنت بالشكل العامل ده جميل وكيف كان في الشيكاغ وفي الولايات المتحدة الأمريكية في المستشفى الجماعة كيف تم شرح حالتك وتشخيص الحالة حتى نستفيد ونكون معك فوضة التقارب ان شاء الله رسالة كده تقولها للمشاهدين والله أنا أقول يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تداو عباد الله ما جعل الله من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهل من جهله باب الأمل فتحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وباب الحث على الشفاء فتحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وباب العلم وطلب العلم فتحه في هذا الحديث يبقى حديث جامع جمع ما بين طلب الشفاء بالوسائل ولذلك نجد في صورة الكاف اللي احنا بنقرأها سنة في صورة يوم الجمعة او ليلة الجمعة ومهار الجمعة فأدبع سببه فأدبع سببه فأدبع سببه ايه السبب؟ لازم نأخذ بالاسباب ما بقاش فيه تواكل نمرة اتنين علمه من علمه وجاهل ومن جاهل يعني ما نجيشه واحد وبقول للأطبة اياك أن تسد باب الامل وتقول لواحد انت ملكش علاج لأ انه انا لا اعرف واعلنها انا ما عرفش لكن في علاج واحدة تقول انا ما بخلفش والدكتور قال لي عمرك ما تخلف يقول لأ من يعني يا حضرك قلت بعض الابيات احنا كأطباء ومعالجين وناس لا نبك نفسنا اي شيء الشفاء من الله الله ينزل رحماته وفضله وكرم علينا اجمعين بإذن الله تعالى الحركة طب منعتك الحركة بقيت تماما الحمد لله رب العالمين افضل كثيرا الحمد لله وزي ما بقول انا مداوم على علاج الطبيعي واشكر اخوانا ربنا يا ربي انفع بيهم ونقول للناس لو نستمر في العلاج يعني انا ارى ان هذا درس لي ولكل مشاهدينا ايوه تنخادعوا دا الدكتور دا شاطر الدكتور كذا الدكتور ما هو الا سبب انا اجد افضل دكاترة يعني نقول الكلة اصيبوا بالكلة افضل دكاترة الاورام اصيبوا بورم افضل دكاترة العيون ما بيقوش يشوفوا اجد افضل دكاترة لي الله بيأتي بهذا المثال كي لا ننخدع في الطبيب وننسى ان الله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير الله مسك الختام يا دكتور شكرا سعطك لهذا الزقاء الله خيار محمد ورفع درجة باذن الله تعالى ورحمه سيد الكريم الله كريم وفيك بارك شهدين الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جماعة ضيفنا الكريم العالم القليل استاذ دكتور امير صالح استاذ العلاج الطبيعي بجامعة القهرة شكرا لك سيد الكريم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته